بعد ما قتل هذا الصحابي غدرا طار جسده في السماء أمام عيون الجميع حتى اللي قتلوه انصدموا من الشي اللي شافوه أمام عيونهم جسد ميت يرتفع في السماء واللي شاهد هذا الموقف مو بس الصحابة حتى الكفار وكان سبب لإسلام بعض اللي قتلوا هذا الصحابي بعض المشركين بعد ما شافوا هذا الموقف اتجهوا وبحثوا عن الإسلام من هول اللي شافوه أما النبي فدعا على من فعل هذه الفعلة لأكثر من شهر كامل والنبي صلى الله عليه وسلم قانت يدعي عليهم كل يوم هو يدعي لأكثر من شهر من شناعة اللي سووه ومن حزن النبي صلى الله عليه وسلم على اللي حصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين كيف حالكم ان شاء الله انكم بخير واموركم ان شاء الله طيبة حابة اقول لكم ان كل القصص اللي اذكرها لكم من كتب موثوقة فأغلب القصص اللي اذكرها لكم من كتاب سيارة بن هشام وبرضو قصة اليوم من سيارة بن هشام بس قصة اليوم جدا صدمتني لدرجة اني استعنت بكتاب المغازي في بعض التفاصيل وعشان اعرف صحة بعض الاسانيد فتعبت جدا في البحث حتى اني استعنت بالوالد الله يحفظها قصة اليوم مشابهة جدا لحادثة الرجيع اللي ذكر فيها قصة خبيب الشهيرة حصل نفس الشيء كان فيها حسنية من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بان ارسل النبي صلى الله عليه وسلم قراء وحفاظ من خيار الصحابة يعلمون بعض القبائل الديب بس اللي حصل شيء ثاني تماما خذلك شيء تاكله ولا تنسى تابعني في كل السوشال ميديا على نفس الاسم بس اكتب انس اكشن وبإذن الله الواحد الاحد راح اطلع لك منذ ما اطول عليكم بسم الله نبدأ بعد معركة احد وبعد حادثة الرجيع اللي حصل فيها من غدر للمسلمين وفي سنة اربعة هجري جاء سيد بني عامر للنبي صلى الله عليه وسلم وبني عامر هذه قبيلة من قبائل اهل النشط هذا الرجل كان اسمه عامر بن مالك ويقال له ابو البراء ويلقب بملاعب الاسنة يعني اسنة السيوف اذا ركب على الخيل ابهام رجله يوصل الى الارض من كبر حجمه وكان من اشجع القوم كان يضربها الامثلة في الشجاع ابو البراء هذا جاء المدينة واهد النبي صلى الله عليه وسلم هدية فابا النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبل الهدية وقال لا اقبل الهدية من مشرك فاسلم ان اردت ان اقبل الهدية فحرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاسلام فانعجب ابو البراء بالاسلام انعجب جدا بالاسلام لكنه ما اسلم فكان متردد ما اخذ الاسلام ولا ترك بس حب ان قومه يتعلمون الاسلام فحرض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إني أرى أمرك هذا حسنا شريفا وقومي خلفي فلو أنك بعثت نفرا من أصحابك معي لرجوت أن يجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك فإنهم اتبعوا أمرك فما أعز أمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو البراء إني أخشى عليهم أهل نشد فقال أبو البراء يا محمد لا تخف أنا لهم جار فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك يعني هم في أماني هم في وجهي ما راح يصيل لهم شيء أبدا ودامني أنا في الصورة ما راح يمسهم حتى شوكة وهذا دليل أن أبو البراء ما كان له كلمة بس في قومه كان له كلمة في أهل نشد كله فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أربعين شابا من خيار الصحابة شباب باقي صغار من ثمانطاعش إلى أربع وعشرين سنة وممكن يصلون إلى ثلاثين سنة لا زالوا صغار يعني في شبابه كانوا من خيار الصحابة إلى درجة أن هذول الشباب إذا جاء الليل راحوا في منطقة في أطراف المدينة يتدارسون القرآن ويصلون الليل يصلون الليل مع بعضهم يعبدون الله سبحانه وتعالى وإذا أصبح الصبح أخذوا ماء وحطب إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يتعب النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذون الحطب والماء لحجر النبي لكل زوجاتهم من حبهم في النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وأرسلهم لأهل نشد وخلى المنذر بن عمر قائد عليه فخرجوا مع دليل من بني سليم وبني سليم قبيلة من أهل نشد وكان اسمها المطلب يدلهم على الطريق فمشوا الصحابة مع هذا الدليل الين وصلوا عند بير البير هذه كانت بين قبيلة بني عامر وبني سليم اللي منها المطلب هذا الدليل هذا كانت البير اسمها بير معونة فوقفوا عند هذا البير وعسكروا وريحوا في هذاك المكان وراح عمر بن أمية والحارث في سرح ظهوره يعني راحوا بعيد عن المعسكر وأرسلوا حرام ابن ملحان بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته إلى بني عامر وكان قد وصل بني عامر أن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمان أبو البراء يعني إذا جاهم صحابة نبي صلى الله عليه وسلم فهم في أمان أبو البراء وكان سيدهم وقتها عامر ابن الطفيل ولد أخوه أبو البراء بس أول ما وصل حرام رضي الله عنه لعامر ابن الطفيل وأول ما عرف عامر ابن الطفيل إنه من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ما قرأ حتى الرسالة وقام مباشرة وقتل حرام رضي الله عنها أمام حضور الجميع فاستشهد من لحظتها حرام ابن الطفيل وقال لقومه بني عامر قوموا معايا احلفوا بالله ما اقبل هذا لوحده يكسد ان حرام هذا ما جال وحده انه مع ناس بس بنو عامر قالوا لن نخلف عهدنا مع ابو البراء فصحابة محمد في امان ابو البراء وهذا عهد علينا وما رح ننقض العهد ابدا سول لي في راسك قام عامر يستصرخ القبائل المجاورة من بني سليم وذكوان وغيرها من القبائل كلها قبائل من اهل نجد على انهم يقاتلون هذه المجموعة البسيطة من الصحابة فوافقوا انهم يقاتلون اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتجمعوا وانطلقوا للصحابة في الجهة الثانية الصحابة ما كانوا يدرون على كل اللي حصل كانوا ينتظرون حرام بكل براءة متى يجي تأخر عليهم قالوا خلونا نروح ونشوف اش اللي حصل لحرام ما كانوا يدرون ان جيش كامل كان جايهم في الطريق ما هي الا لحظات الا السيوف حولهم حول الصحابة جيش كامل حول الصحابة نفس اللي حصل في حادثة الرجيع ما كان أمام الصحابة إلا أنهم يقاتلون لأنهم جايين هذولاك مو عشان يؤسرونهم جايين عشان يقاتلونهم فما كان أمامهم إلا الموت فأخرجوا سيوفهم وقاتلوا بس جيش كامل ضد أربعين من الصحابة فقتل الصحابة كلهم معاد المندر ابن عمر كان بينهم وباقي في نفس بسيط غريق في دماء فقالوا له إذا شئت أمناك يعني ما رح نقتلك وتسلم نفسك لنا فقال المندر وهو مغطى في دماء لن أعطي بيدي ولن أقبل لكم أمانا حتى آتي مقتل حرام يعني ما بسلم نفسي لكم إلي توروني جسد حرام هل قتل ولا لا يبغي يتأكد هل نقض العهد أو سوء تفاهم اللي حصل فأخذوه إلي جسد حرام رضي الله عنه وإذا به جسد ملقى على الأرض فأول ما شافه قابل فيهم وأخذ يقاتلهم يضرب فيهم ويقاتلهم حتى قتل استشهد المندر رضي الله عنه ما سلم نفسك أسير أبدا بعد ما شاف جسد حرام رضي الله عنه عمرو بن أمية والحارث رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون إش اللي حصل تماما للحين ما يدرون إش اللي حصل في أصحابهم كانوا جاهلين تماما عن اللي حصل في المعسكر وهم في صرحهم لاحظوا بأن حول المعسكر طيور طيور تحوم حول المعسكر طيور كثيرة ما تحوم إلا على الجثث والدماء فنظر عمرو بن أمية وقال للحارث شوف قالوا قد حصل شيء والله إنها قد حصل شيء هذه ليست هنا حبثا قد قتل أصحابنا وما قتلهم إلا أهل نجد أولوه بأن من قتل أصحابهم هم أهل نجد نقضوا العهد يقول فارتقينا على نشز من الأرض يعني وكان مرتفع يقول فأول ما ارتقينا على هذا المرتفع شفنا شيء ما تمنينا إن نشوفه رأينا أصحابنا وهم قتلهم وغريقين في دماؤهم كلهم موتهم وخيول أهل نجد واقفة فنظر الحارث لعمر قال له يا عمر ما ترى ماذا نفعل يا عمر فقال عمر أرى أن ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال الحارث والله ما كنت لي أتأخر عن موطن قتل فيه المندر فأخذ سيفه وقال أنا ماني متراجع دام المندر قتل هنا راح أقتل كما قتل المندر ولن أتراجح أبدا فأخذ سيفه الحارث وانطلق وهو يكبر فالتفتوا أهل نجد والحارث مقبل عليهم يكبر الله أكبر الله أكبر فقاتل الحارث رضي الله عنه حتى أسروا بعد ما قتل منهم اثنين فلحق عمر بن أمية فأسروا حتى هو قبل حتى ما يقاتل فأسروا عمر بن أمية والحارث رضي الله عنه فبعد ما أسرواهم الاثنين قالوا لهم أهل نجد ما تحبون أن نصنع بكم فإنا لا نحب قتلكم حنا ما نبغى نقتلكم اشتبغونا نسوي فيكم فقال لهم الحارث أبلغوني مصرع المندر أبلغوني مصرع المندر وحرام أبغى أشوفه أبغى أتأكد أنهم ماتوا بس فأخذوه إلي جسد المندر وحرام يوم شاف جسد المندر وحرام رضي الله عنهما تأكد أنهم قتلوا فالتفت عليهم وبدأ يقاتلهم فقتل منهم اثنين وتوحش في القتال حتى شرعوا له بالرماح يعني أخذوا الرماح وبدأوا يطعنون من بعيد من قوة أنه توحش في القتال فطعنوا حتى قتل في سبيل الله ما قدروا يكتلونه من قرب فقتلوه من بعيد من قوة أنه توحش استشهد الحارث وأسر عمرو بن أمية فجاء عامر بن الطفيل لعمر بن أمية بعد ما قتلوا الحارث وكان أسير وقتها عندهم ما أعطوه وقت حتى أنه يقاتل قال له عامر هل تعرف أصحابك قال عامر نعم أعرفهم فأخذه وطاف باع على أجساد الصحابة يوم لفه على كل الأجساد قال عامر بن الطفيل هل تفقد منهم أحدا هل في جسد مفقود بينهم التفت عامر لأجساد الصحابة وقال نعم أفقد مولى لأبي بكر يقال له عامر بن فهيرة وعامر بن فهيرة هذا كان من السابقين إلى الإسلام وكان من المستضعفين اللي عذبوهم أهل مكة أول ما اعتنقوا الإسلام فاشتراها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأعتقاه وصار مولى له فصار يرعى غنم أبو بكر رضي الله عنه وكان له دور كبير في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يسوق الغنم خلفهم عشان يمحي خطاهم فما حد يقدر يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال عامر بن الطفيل كيف كان فيكم عامر بن فهيرة هذا إش كان يسوي عامر بن فهيرة قال عامر كان من أفضلنا ومن أول أصحاب نبينا فقال عامر ألا أخبرك خبرة فالتفت عامر بن الطفيل ونادع رجل من قومه كان اسمه جبار بن سلمة فقال يا جبار تعال فقال عامر لعمر هذا جبار طعنه برمحه بين كتفيه حتى خرج سنان رمحه من صدره فذهب بالرجل علوا في السماء حتى والله ما أراه يعني بعد ما طعن جبار بن سلمة عامر بن فهيرة ارتفع جسد ابن فهيرة في السماء حتى والله إنا سرنا ما نراه في السماء سرنا نرى السماء من دونه الغريب إنه كان جبار ساكت كان لازال مصدوم من الشي اللي شعفه وهذا الحدث جعل جبار يسلم فيحكي جبار عن اللي صار يقول أول ما طعنت عامر بن فهيرة سمعته يقول الله أكبر فزت والله فزت ورب الكعبة يقول جبار فقلت في نفسي فزت وما فاز ألست وقد قتلت الرجل يقول حتى سألت الضحاك ابن سفيان طبعا بعد ما أسلم الضحاك وكان الضحاك هذا من بني هامر فسألته بعد ذلك عن قوله فقال إنها الشهادة يا جبار قد فاز بالجنة فقلت فاز لعمر الله يقول فعرض علي الإسلام فأسلمت وكتب الضحاك رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب يخبر عن القصة اللي حصلت ويسأل عن اللي حصل إيش اللي حصل إيش اللي حصل لعامر بن فهيرة وكيف إنها ارتفع في السماء فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال فإن الملائكة وارت جثته وأنزل عليهم الله أكبر اللهم اجعلنا منهم المهم إن عامر بن الطفيل ترك عمر بن أمية فقال عامر بن الطفيل إنه قد كانت على أمي نسمة فأنت حر عنها فأعتق رقبته بنية أمه لأن أمه كان عليها أعتق رقبه ففكه وجز ناصيته من باب الإهانة فراجعوا قلبه وتقطع على الصحابة مناظر الدماء لحالها توجع في القلب فكيف لك لو كان أصحابك اللي جيت معهم وسافرت معهم وهو راجع للمدينة مر برجلين وكان عمر رضي الله عنه جالس في ظلة مستريح في هذه الظلة فجلسوا الرجلين هذولة مع عمر رضي الله عنه فسألهم عمر أنتم من وين فقالوا من أهل نجد من بني عامر وهو مكهور لأصحابه محروق من جوه وعرف هذولة من أهل نجد بس تمت تركهم إليه ناموا وقام عليهم وقتلهم الأثنين ثأرا لأصحابه وللنبي صلى الله عليه وسلم واللي صار لهم من غدر يبغى يقتص بس يبرد خاطرة من اللي حصل وصل للمدينة عمر وتوجه للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يخبره باللي حصل للأربعين اللي أرسلهم فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد جدا لأنه وصل خبر خبيب رضي الله عنه من السماء وخبر مقتل الأربعين في نفس اللحظة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كاره وأخبر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن قتل الأثنين اللي كانوا راجعين من المدينة كانوا من بني عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما صنعت قتلت رجلين كان لهما مني أمانا وجوار لا أدينهما كانوا هذول الاثنين اللي قتلهم عمر في أمان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم عرف عامر بن الطفيل عن اللي حصل لهذول الاثنين اللي قتلهم عمر ابن أمية اللي كان لهم أمان من النبي صلى الله عليه وسلم فبكل بجاحة راح أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أصحابك يا محمد قتل رجلين من بني عامر من أصحابنا ولهما منك أمانا وجوار وكأن ما قتل أربعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أمان من أبو البراء فقال حسان بن ثافت شاحر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات يحرض فيها أبو البراء على عامر بن الطفيل وعلى اللي سوه وعلى بجاحة هذه بني أم البنين ألم يراكم وأنتم من دوائب أهل نجدي تهكم عامر بأبي براء ليغفره وما خطأ كعمدي ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي فما أحدثت في الحدثان بعدي أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكمه بن سعدي فكان لازم المسلمين يدفعون دية هذولة الأثنين مو خوفا من عامر بن طفيل لكن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النظير يطلب منهم المساعدة المادية في دية هذولة الأثنين بس اليهود أول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم جاهم بطلب المساعدة كان عندهم خطة شيطانية ومختلفة تماما شيطانية بحت فتجمعوا واتفقوا على شيء ما رح تصدقه أبدا بس ما رح أقول لكم إياها الحين رح نكمله بإذن الله في المقطع الجاي فكتب حسان بن ثابت رضي الله عنه هذه الأبيات عن مقتل الصحابة في بئر معونة على قتل معونة فاستهل بدمع العين سحا غير نزري على خيل الرسول غدا تلاقوا من آياهم ولاقتهم بقدري أصابهم الفناء بعقد قوم تخون عقد حبلهمي بغدري فيا لهفي لمنذر اذتولى وأعنق في منيته بصبره إلين هنا وصلنا لنهاية القصة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته